اشتركوا في القناة فأنا بالشهامة وبالأخوة وبالمحبة روحتي سدد دين أخويا فلما سدد دين أخويا بعد ما سدد دين والحمد لله ربنا فرج عنه وكل حاجة قلت هل ممكن استثمر بقى سددي لدينه ده في الندوة يكون جزء من مال الزكاة بتاعي أو كل مال الزكاة بتاعي لا هيقول لي ازاي مش انتوا طيب بتقولوا ان لو كان ليا دين على حد وتنازلت عنه تنازلت عنه يكون ده من قبيل يمكن ان يكون من قبيل الزكاة قلت له نعم قال لي تبقوا ايه الفرق بتقوله الفرق ان انت لما سددت الدين لم تكن تنوز دفع الزكاة الفلوس اللي انت دفعتها لأخوك دي ممكن تكون دفعتها شهامة او دفعتها صدقة فانت كنت متصدق والنية ما تنفعش تنسحب عما مضى النية بتكون للاعمال المستقبلة ولزاكت ايه تعريف النية فعل الشيء ماذا قصد الشيء مقترنا بفعلي يعني عند اول الفعل طيب لو انا ما عملتش النية مع اول الفعل وابتدى الفعل من غير النية الفعل ما يكونش صحيح يبقى انا مش هينفع ان انا اقول ان دي زكاة هي هتبقى صدقة ما ينفعش اقول ان دي زكاة لان النية تأخرت عن عن دفع المال عن سدد الدين طيب اما لما يكون عليه دين وانا اسقطه من عليه اه احنا بنخلي تملك المدين للمال ما احنا نقول مشكلتنا ان هو ان هو يمالك المال الشخص ده وصله المال لان الله سبحانه وتعالى بيقول انما الصدقاته للفقراء لل 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 يبقى لازم يقبضه الفقير والمسكي فقاله بدل هو موقابة الفلوس هو هو اخد الفلوس ديت اللي هي دين عليه دين عليه مش دين لحد تاني فانا سددته عنه لا دين عليه فإنه اللي حاصل فانا ديته الفلوس ايه فانا ديته الفلوس ويهي الفلوس عنده دلوقتي وانا ليهي فلوس في زمته فإنه اللي حاصل انا ممكن اتنازل عن هذا الدين وانا وبتنازل عن هذا الدين انا وبيه ان انا ايه بتنازل عنه دفعا للزكاة ده يا جوس إلا بقى تاني بكده ده الحكم اذا كانوا عنه يدفع للزكاة من سهم الايه من سهم الفقراء والمساكين في احتمال تاني ينفع الفلوس اللي ديت على سدد بيها دين اخويا يكون من الزكاة امتى لما يكون اخويا من الغارمين عنده دين ومش هيعرف يسده خالص وهو بيتعرض للخطر فانا سددت الدين عشانه ده اه طب يبقى دفع الدين بتاعه ده من قبيل ايه من قبيل سهم الغارمين اه ينفع ينفع ساعتها لكن من سهم الفقراء والمساكين لا لان ده وقت ايه اللي حاصل انا خلاص سددت الفلوس قبل كده لكن في الغارمين برضو في الغارمين لازم اكون ناوي ادفع الزكاة وعشان كده هو السؤال جنة امتى يبقى هو دفع الزكاة اذا كان هو بيدفع الفلوس دين عن اخوه ينوي ليه لان النية بتفرق ما بين رتب العبادات دفع المال ممكن ينفع يبقى صدقة وممكن يبقى ينفع النوع زكاة امتى يبقى زكاة لما انوي بيها النية زكاة ولذلك لابد ان احنا نهتم بدا ولابد ان تكون في النية يبقى الحال لو انا سدد دين اخويا من غير ما انوي الزكاة يبقى كده مش هيكون من الزكاة يا سادد حنتكلمنا النهاردة عن حديث من اجل احديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كده مليان نور وبركة وتخيل كده لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا كل ما ننظر الى ايدينا وكل ما ننظر الى الخمس اصابع نشوف بها خمس قيم كبرى خمس معاني كبرى القيمة الاولى قيمة التقوى القيمة التانية قيمة الرضا القيمة التالتة حسن الجوار القيمة الرابعة حب الخير للناس القيمة الخمسة وهي قيمة مهمة جدا جدا هو الاتزان خمس قيم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اياها وجعل القيم الخمسة دي من اهم قيم حياتنا يا رب اجعلنا ممن يتمثلون هذه القيم ويعيشون فيها وفي انوارها وفي حلواتها واجعلنا دائما نشرب من شهد حسن كلامي ومجامع انوار حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا ممن يتعلمون ويحسنون العمل ليكونوا مع احسن من بث في الحياة الامل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اجمعنا به على الدوام يا كريم يا ودود يا رب العالمين